أكد الرئيس عبدالفتاح أسيسي أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم وأضف الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحبية الحكومية أن الدولة أنفقت مليارات دولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن طب إحنا أنا جبت النقطة دي لأن إحنا كنا نابد كدولة نجهز بنية أساسية متكاملة لبقية الموضوع يعني أنا حاول أقول الكلام ده مش للناس المتخصصة يا هاني ولا دكتور عمر أنا بكلم الناس المصريين لما تيجي تشوفوا حجم الأرقام اللي إحنا أنفقناها عشان اللي أنتوا شايفينه النهاردة ده نفتتحه أرقام كبيرة قوي أرقام كبيرة قوي نتكلم مش مليارات الجناهات نحن نتكلم في مليارات الدولارات كدير من أننا ما يحسش بالكلام ده أقول لك يعني 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 صرفته ده كله عشان عشان إيه طب إحنا يعني كمواطنين والدنيا غالية علينا بنستفاد إيه بنستفاد إن إحنا بنجهز بلدنا للانطلاق الحقيقي في عالم بيتقدم بمنتهى السرعة في كل المجالات وده من ضمن المجالات اللي موجودة ده فيه وخلينا أقول لك باختصار شديد للناس اللي هي البوساط اللي بتسمعني إحنا كدولة كنا من ضمن الحاجات اللي بنعملها إن إحنا كنا هنا كانت قالوا إن فيه استضافة للبيانات ممكن نستضيف بيانات دلوقتي لا إحنا دلوقتي قبل ما نعمل ده كنا بنودي بياناتنا تبقى موجودة بره مش كده دكتور عمر طيب إحنا من ضمن الكلام اللي موجود إن بياناتنا اللي كانت موجودة بره دي يعني ده نزهم موجود في الدنيا بس إحنا قلنا إن بياناتنا تبقى موجودة عندنا ونوفر التكلفة المالية اللي بتتحط